سؤال التاسع يقول البعض لي لماذا لا تتحدث عن الكهنة الذين يغتصبون الأطفال وأنا أجيبهم سأتحدث عن الكهنة الذين يغتصبون الأطفال ما فيش مشكلة احنا ما عندناش شيء نخفي ما هو موضوع الكهنة هل المسيحية توافق على فعل الكهنة الذين يغتصبون الأطفال طبعا لا المسيحية تعلم في نصوصها أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يريتون ملكوت الله لا تضلوا لا زنات لا عبدة أوتان ولا فاصقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يريتون ملكوت الله ما فيش حد من هؤلاء سيريت ملكوت الله إذن من يغتصب الأطفال يدخل ضمن مضاجع الذكور هذا مضاجع الذكور على فكرة كان اللي برغبتهم فكم بالأحرى الذي يغتصب طفلا دون إرادته هذه جريمة في نظر المسيحية كبيرة جدا 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 المسيحية تدين النجاسات كلها قال الرسول بولوس وأما الزنا وكل نجاسة كل نجاسة أو طمع فلا يسمى ما يتسماش ما تذكروش حتى بالإسم بينكم كما يليق بقديسين لا يليق بكم أن تجيبوا سيرة هذه المواضع فكم بالأحرى أنكم تمارسوها إذن المسيحية واضحة في هذا العم فهل نلوم المسيحية على فعل أشخاص خانوا المبادئ المسيحية طبعا لا هل أنا سألوم المسلمين على أي شيء يفعلوه مخالف لتعاليم دينهم طبعا لا لو في وصايا واضحة وفعل شخص غير هذه الوصايا طبعا لن ألوم الإسلام على هذا الفعل الشيء الآخر أن الكنيسة الكاتوليكية أدانت هذه الأفعال الكنيسة نفسها التي ينتمي إليها هؤلاء الذين نشرت الصحافة عنهم هؤلاء الكهنة الكنيسة أدانت البابا يوحن بولس الثاني قال عن الاغتصاب الجنسي قال عنه أنه مخالف تماما لتعاليم وشهادة يسوع المسيح واعتدرت الكنيسة في شخص البابا مرات كثيرة للضحايا وحاكمت المتورطين وعدد الكهنة مقابل عدد المتورطين ناس فكرة أنه عدد الكهنة قليل جدا في العالم عدد الكهنة حوالي نصف مليون أربعمية وربعتاشر ألف طب عدد المتورطين كام لا يتعدى في بعض الإحسائيات أربعة ألاف عدد المتابعين والمتورطين خلال خمسين سنة كلها الآن يتراوح ما بين واحد إلى خمسة في المائة مدة خمسين سنة في كل الدول ما بين واحد إلى خمسة في المائة يعني ما بين تسعة وتسعين إلى خمسة وتسعين في المائة من الكهنة ما عملوا الشيء فهل نلوم الغمسة وتسعين على ما فعله الخمسة هذا على أقصى تقدير بالمقابل هل يوجد اغتصاب في المساجد من سينكر ذلك مشكل المساجد طبعاً اللي لا أعلم طب كم عدد الشيوخ المتورطين في اغتصاب النساء كم عدد الشيوخ المتورطين في اغتصاب الأطفال الفرق أنه الغرب شفاف ويحاكم هؤلاء الأشخاص وتكتب عنهم صحافة وإحنا يتكتموا على الأمر هل اعتدر الأزهر عن أي حالة اغتصاب صدرت من شيخ من شيوخه لا إذن الفرق أن هؤلاء يتكلموا بصراحة وعندهم آليات للمحاسبة وعندهم حرية تعبير وإحنا بنتستر على هذه الأمور وما تقولش بأنه غير موجود أهي جرائد مثلاً جريدة بتكلم على وباء من نوع آخر في مدارس باكستان الدينية اغتصاب الأطفال اليوم السابع عشر حالة اغتصاب وضعارة بالمساجد في عام في المغرب الأخبار تنقل معاناة أطفال ضحايا عمليات اغتصاب بمساجد موجود حتى في المساجد الفرق أن هؤلاء حسبوا الفاعل وفضحوه وهؤلاء يتسطرون عليه ترجمة نانسي قنقر